قدم الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في أوكرانيا يوستا لولغمان أربعة شروط لأوكرانيا واجب تنفيذها من أجل الحصول على الدفعة الخامسة من القروض لولغمان قال في حديث لقناة UATV إن على أوكرانيا إعادة نظري في أسعار الغاز وتبني قانون الخصخصة والميزانية وإقامة محكمة أو إنشاء محكمة لمكافحة الفساد لولغمان أضاف أن المنظمة الدولية تأمل في أن تتم المصادقة على الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوكراني قائلا أنه من السابق لأوانه تحديد الموعد لمجيء أو لمجيء بعثة الصندوق إلى أوكرانيا وأشر لولغمان إلى أهمية التركيز على الإصلاحات والمسؤولية السياسية في مجال القروض والضرائب من السابق لأوانه الحديث عن سياغة الميزانية لأنه لم تتم المصادقة عليها بعد ولكن توجد معاييرا واضحة يجب أن تتناسب معها الميزانية ونأمل بأن ذلك سيحدث لذا فننع على اتصال وثيق مع الحكومة اشتركوا في القناة